اشتركوا في القناة 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 كان عندي أعطيت أوامر للطبيب الفريق لكي يبتدأ من يوم الغد أن نستطيع التداريب تكون بالموازات حصص التدليق واسترجاع الصلاوة إذن اتحنا وضعها الثلاث الحصص التي تنتظرنا تكون تكتيكية محضة لا يوجد نقص من حمولة التداريب سنأخذ هذا المرطة لكن لا خوف على الفريق ما يهمنا لا كان لدينا بطاقة حمراء ولا كان لدينا إصابات وهذا أولا أولا انخفاض المنسوب البدني أو ارتفاع لا تستطيع أن نصدر عليه قيمة بالعين المجردة هذا من جهة من جهة ثانية لا يخفش عليك المعطابة أننا يعني يوم الأحد مقبل سنلعب مقابلة حاسمة في الدورة المحلة هذا من جهة هذه كانت استراتيجية من طرفنا إرادية للاقتصاد للحفاظ على المخزون البدني إحتراطنا وقدرنا الكتلة إلى الوراء وتراجعنا إلى الوراء لعبنا بالإمكانية الدين هذا من جهة من جهة ثانية نحن كذلك استنفذنا خمسة تغييرات ديننا في تسعين دقيقة بعد أن كنا متقدم إن أخير كان العميد محسن متولي أظن أنه تدبيرنا للمباركة الجيد والانخفاض في المخزون البدني أظن أنه لم يكن مؤتنا بهذا الشكل كان اقتصادا في توزيع الجهد على ما تبقى من أطوار المباركة إذا من أخبارنا شكرا جزيلا ورمضان الله ورمضان الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله شكرا